وإحنا بنتكلم على المونديال لازم نحط أسبانيا دايما في الاعتبار وأسبانيا بالنسبة لي علامة استفهام كبيرة جدا يعني هي حقيقة لقب المونديال مرة واحدة فقط جيل طبعا نيستا وتشابي لكن لما تكون دولة بتملك اتنين من أهم أندية العالم ولما تشوف لقب عدد ألقاب الأندية الأسبانية على المستوى الأوروبي سواء كنت بتكلم على اليوروبا ليج فيا ريال وسيبيا أو بتكلم على شامبينز ليج برشلونة وريال مدريد وتتكلم على مستوى المنتخب الأسباني وعدد ألقابه لا فيه شتان الفارق شتان الفارق بين الإنجازات على المستوى الأندية والإنجازات على مستوى المنتخب لكن يبقى دايما أنه منتخب محترم ودايما لازم تعمله حسابات ولازم تحطه دايما في الاعتبار مانولو سانشيز واحد من النجوم الملكي واحد من النجوم الريال حقق ألقاب كتير جدا أكتر من نسخة ليجا اتنين دوري أبطال السوبر كاب الأسباني حتى اليويفا كاب حقق البطولة دي مع ريال مدريد وكان ليه طبعا إسامات ومشاركات مع المنتخب الأسباني خلينا نتكلم معنا شوية على فرص وحظوظ الأسبان تحت قيادة لويس انريكي وهل فكرة الكرة الأسبانية أو كرة تيكي تاكا فلسفة جورديولا اللي بدأ بيها أو ظهر بيها مع برشلونة يقدر المنتخب الأسباني أنه يطبقها تحت قيادة لويس انريكي فرص المنتخب الأسباني وسط الكبار الأرجنتين وفرنسا والبرازيل وغيرها من المنتخبات الكبيرة ممكن تكون ايه وهل ممكن يكون النسخة دي هي النسخة التانية في تاريخ الكرة الأسبانية بتكلم طبعا على لقب كاس العالم خلينا نشوف مانالو جونزاليس قال لنا ايه ونرجع لحضراتكم وبشكر حقيقة حسين عبد الحميد طبعا الزميل العزيز مترجم اللقاء لترجم الأسئلة والأجوبة ونتابع مع حضراتكم التفاصيل اللقاء والحوار الأجرنية في السادسة مع مانالو سانشيز الحقيقة أنه بالوضع في الاعتبار التاريخ السابق لقطر في كرة القدم إلا أنه من المؤكد أن الإمكانات الاقتصادية التي تمتلكها البلاد جعلت جميع ملاعبها في أتم جهزية لاستضافة هذا الحدث والأمور التنظيمية رائعة حتى الآن لم تكن هناك أي مشاكل كبيرة هناك جانبان لهذا الأمر قبل اتخاذ القرار وبعد اتخاذ القرار إقامة المنديال في قطر أعتقد أنه وفقا لطبيعة البلد ولطبيعة كرة القدم فيما يتعلق بالمواعيد الطبيعية لإقامة المنديال فإن قرر إقامة البطولة في قطر في الصيف لم يكن منطقية ولهذا فإنه مع منحها تنظيم المنديال كان من الضروري تغيير الموعد وهذا تسبب في حالة من الاتباك في مواعيد البطولات في جميع أنحاء العالم وهذه هي المرة الأولى التي لا نعرف فيها عواقب تداخل البطولات وتوقفها في منتصف الموسم لكن أما وأن كأس العالم أصبح في قطر فكان من الضروري الوصول إلى حل لهذه الأزمة من الصعب أن ترى منتخب بلدك لا يمتلك الإمكانات الكروية اللازمة لكي يذهب إلى أبعد مذاف البطولة ولكن هذا لا يتحقق بين عشية وضحاها إنما يحتاج لهيكلة كروية وخبرات متراكمة على مدار السنوات وخلال أربعة أعوام لا يمكنك انتلاك منتخب يمنحك ضمانة المرور للأدوار التالية منتخب قطر لم يفز بأي مباراة في البطولة لكنه استحق التواجد في دور المجموعات أما فيما يتعلق بحضور الجماهير فأعتقد أن الأمر تحت السيطرة فيما يتعلق بالتنظيم فبخلاف القادمين من الخارج من المنتمين لمنتخبات أخرى هناك أيضا الجماهير القطرية التي ستكون حريصة على متابعة المباريات من المدرجات ولن تكون هناك صعوبات كبيرة في هذا الأمر أعتقد أن المنتخب أدهشنا بأدائه في المباراة الأولى أمام كوستريكا والانتصار الكبير بنتيجة 7-0 بأداء أكبر من المتوقع ثم التعادل أمام ألمانيا 1-1 بعد أن كان متقدما بهدف مع أداء طيب وهذا ما منح الجماهير الإسبانية الأمل مجددة ليس بقدرة منتخب على التأهل للدور الثاني فحسب ولكن لم لا مع قليل من الحظ المنافسة على اللقب أولا كنت محظوظا بمزاملة لويس الريكي وهو صديق استثنائي داخل الملعب وكذلك داخل غرف الملابس وهو من اللاعبين الذين كان بإمكانك لاعتماد عليهم دائما ويجب أن أقر بأنني معجب للغاية به أما فيما يتعلق به كمدرب وبالنظر للسنوات الكبيرة التي قضاها في مسيرتي التدريبية فهو مدرب كبير وترك بصمة في كل الأماكن التي ذهب إليها واستطاع أن يدير هذه المرحلة الصعبة مع ضخ الكثير من الدماء الجديدة بنجاح كبير والجميع يرى الأداء المتميز الذي يقدمه المنتخب في المونديال حتى الآن هناك منتخبات كبيرة في البطولة ولا توجد فوارك كبيرة بينها وأحد هذه المنتخبات الذي ظهر بصورة طيبة على الأقل بالنظر لما قدمه حتى الآن إسبانيا هناك أيضا فرنسا والبرازيل والبرتغال فازوا أيضا بمبارياتهم حتى الآن ولكن لا يوجد منتخب يمكن القول إنه الأكثر حظا للفوز بالمونديال لا يزال هناك عدد من المنتخبات المرشحة وإسبانيا أحدهم بدون أي شكل ويسنريكي هو مدرب استطاع التعلم من كل المدربين الذين عايشهم ليس فقط عندما كان مدربا ثانيا ولكن أيضا الآن كرجل أول مع مساعديه وهو دارس جيد لكرة القدم ويحب التطور يوما بعد يوم ولكن مخصلته النهائية تختلف عن مخصلة جوارديولا نعم هو متأثن بجوارديولا ولكن بالنسبة لي طريقة فهمه وتطبيقه لكرة القدم تختلف عن أفكار جوارديولا ويحب التشابه الوحيد يمكن التشابه الوحيد اللي ممكن يبقى بين مصر وبين أسبانيا تشابه مش في الكرة تشابه يعني في المرحلة أنه أسبانيا كمان بتحاول تبني جيل جديد يعني بعد الجيل اللي حقق كس العالم قبل كده اللي أغلبه طبعا اعتزل وآخرهم طبعا جيرار بيكي ومن قبله طبعا بيولو ومن قبله تشابي اللي هو مدرب حالي لبرشلونة وفي الطريق سيديو بيسكتس ديفيد فيا اعتزل كثير من نجوم الكرة الأسبانية اعتزلوا في محاولة لبناء جيل جديد الحقيقة من المنتقب الأسباني ويبقى الحقيقة أنه قادر يحافظ على كرته قادر يحافظ على شخصيته واعتقد